ليش في الغالية دينات بالصحوة ويكنت منفيته ويكنت منفيته لمن كنشوفه ويكنشوفه لأنه خلوا واحد الفراغ في الدار وفي الحي وفي الطانجة كميرا خلوا الفراغ يوالله يخد الحق في الظالمين كأب ما نتدروش يطلب من النساء ومن يتمعه أن هذا الشعر ديلي من قتل يقسل ديلي من قتل يقسل هالحكم مرقص يقنفل حيث هالنوعية ديلي هالبشر هالبوحش هالو مخصوش يكونو بيندنا في المجتمع مخصوش يكونو بيندنا في المجتمع أنا ما يمكنش يكونو بين ولادكم وولادنا واشغاز خررم دارك وزخلي ولادك وتصرر المبرزة ودوحش هالو كالور بيندنا ما يمكن لا قبلتهم ومعرفت هذا إنسان مريدة هذا الله يحفظه هذا إنسان مريدة بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء هذا الشيء اللي وقعده بالبرح في حالة رجعنا الدكريس هذا الشيء عام ولكن الحكمة فعلا تحكم بالإعدام وليني بشي التحكم هو التنفيد ليشفي الغالي لدينا بالصح هو يكون تنفيد في أول يوم اللي اللي أختيفة ديلي لولدنا شهيدة عدنان أنا أعلم لي أنه ما كدش من العدد ديلي ويعمل عيدها فوضنا أمر الله عز وجل حدي الآن وحتيت تنفيد هذه الحكمات نحن وفوضنا الأمر الله عز وجل وقدر الله ما شاء فعله لنا ونرجعه لا لا في نصب عيني لا من كنشوفه وكنشوفه لأنه أخلى خلى واحد الفراغ في الدار وفي الحي وفي الطانجة كاملة أخلى الفراغ إن يوالله يأخذ الحقي في الظالمين لكن لم يأنه من التحقق البحر في السقل؟ وهذا لدينا شخص لدينا بشخص لم نعرف ذلك لا نعرف فعل الكو صبح الله في المغرب وعرف الوطن العربي كامل حدرت عليه مخلص قنات لتي هدرت عليه أذاناااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة طبعا يطلع الى الويندرا كي يتذكره كنجلسون كله كنجلسون كله مثلان ولا شي عاجة دايما كيكون الدكر دي لعدنا دا الحموه حلمت يا بي؟ جاك من بايدان نعم كيجي جي نزانين ويحتد الأم دي لان حلماته نعم واشغطين قوللك في حل شي ملك 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 وقع له داك شي هذا طلع عن السماء في حل شي ملك وقع له داك في القتلك حسبونا الله ونعملوك وكي لا يخد في الحق واذا يقدمك وطلب منك السماء حق؟ ملك ما عديش توجهة لك ما عرفش كيف حان قولك كأب كأب ما نتدرواش يطلب مني سماء مستامعة أنها الشعر دي لي من قتل يقتل ما نتدرواش يطلب لي مستامعة حسبونا الله ونعملوك نسالة وجه المجتمع المغربي الناس اللي كان كده عموك الآباء والأمهات؟ آه كان شكرهم هذا اللي كان قولوه شكرا على تعاطف وتجاوب لدد وزن على قضية دي الشهيدة نشكرهم بزاف ونطلب الله عز وجل لا شيء ما يوقعنا حتى شيء واحد نشكر موقع طنجاوي عبركم نشكر العدلة المغربية الجناية البسدائية وجناية للسناف ومحكمة النقد نحيي العدلة نحيي أيضا عبركم الدفاع لنا لأظهرتنا منذ الحزة والأزمة لنا إلى يومنا هذا هذه الدفاع لنا كلها وخصوصا أستاذ محمد علي البقالي الطاهيري أستاذ كارم محمد لي كانوا يتصلوا بنا تقريبا أسبوعيا لما من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا كذلك نحيي الصحفيين والمنابير الإعلامية عبركم نحييهم هم ساعدنا كثير أيضا نحيي الشعب المغربي اللي سننا و وآذرنا إلى يومنا هذا وخصوصا الجالية المغربية في الخارج تأتي كذلك كاركيد تصل بنا يوميا الانتظار لنا من الحكم ديال الإعدام خذينا في الجناية البسدائية ولكن عود تعلقنا عود مني وقع للسينف وعود تحكم في السينف إرتاحينا كلما كان الجرح ديالنا كان هذا عود كان دوزو واحد شوية عود بحالة كدد ذاك الجرح عود كددوه عود في محكمة للسينف عود شفال غالي لنا قلنا ما كان بس ولكن عود مني وقع للسينف مني مشى الملف النقد من طرف عود هذا المجرم الوحش مني مشى النقد عود بقنا معلقين محكمة النقد راها راها أعطتنا الحق إذن الملف هذا تطوى نهائيا كان صدر إن شاء الله راها كان صدر إن شاء الله العائلة كلها راحنا دبك يتصلوا بين العائلات وما تحسب لهم عنه ومجموعة حيث العائلة دبع أنك يجسمعوا عنا في الضلبيدة عنا في جديدة عنا في طنجة وعنا في البلد ودرجة أنه ونزل بلد كي تحسب لهم هذا الحكم ديال محكمة ديال النقد هذا القرارTE ديالمحكمة الدقل كي يسولوا فين تقتله تسيد فين قتله اننا نجد راها اللعنى هذا ماشي ماشي به هاتطريق عريبا دب العلغة لان فأحنا فقد فأكد مني إن شاء الله تنفيديكم إن شاء الله وهو شفناه في قاعد المحكمة شوف اللي شفناه هو في قاعد المحكمة في البسيدائية أو في الصينف ولا لا يزيل كسر لا لا يزيل كسر أعطوه الحق وعود في الصينف إهضار وعود الحق هواد تشوف عودك يعقب في النقل ولا لا يزيل كسر من هذا الحق مكين شي لا نهائيا لا يطلب اسماحها سوف يطلبها ويعودها ويعودها إذا طلب اسماحها مخبعة ودوزها من تخلق كلام رأيك ليس يسمعها هذا إنسان مريد هذا اللي يحفظ نوع حفظكم هذا رامو السحيل هذا اللي يحفظ هذا التلعف وده بإله عنده في الحق لإنسان خصو يحطط من هذا النوع هذا الحكم خصو يتنفد حيث هذه النوعية لهذه البشرة الوحش هذو لا يمكن أن يكونوا بيننا في المجتمع لا يمكن أن يكونوا بين أولادكم وأولادنا لا يمكن أن تخرج من دارك وتخلي أولادك وتصرر من رأسها وهذه الوحش هذو كذور بيننا لا يمكن لا قبلت وتمه ما أعرفت هذا الساحل نحن الله غال الحكم يجب أن يتطبق لا لا هذا النقش الذي تخلق لها الإعدام لا يمكن أن يتخلق يجب أن يتخلق في هذه النوعية هذه الجرائم هذه الجرائم هذه الغطيصاب وهذه المصيئة يختاطف وغتاصف وقتل ومثل بالجتة ودفنها لا يمكن أن يطلب الفيديا لا يمكن أن يطلب الناس ويقول لك لا يتحكم شيء بالإعدام نحن كعائلة نحن مركزين على المتهم هذا الوحش هذا الباقي المتهم من الآخرين والذين يجعلونهم منهم النيابة العامة والمحكامة والأمن القيام بشغله والشعب المغربي وكل واحد نحن مركزين هذا الوحشة وهذا المجرم والذين يعترف المسائلين وكلها ودك حتى الرجل الجثة وهذا هذا الباقي ما لا علم لنا بهم إلى يومنا هذا المحكامة ما أعطيتهم لذين أعطيتهم نحن نحصر قرار المحكامة فيهم هذا الإعدام هو نحن بالنسبة لنا مشكلة هذا الإعدام إلا يبقى حتى يموت حتى يموت حتى يحصل أن يبقى تماما المشكلة هو عند الناس وعند العائلة وعند التخوف وعند الناس حتى يُقف 24 عام وعند leaders يقف الناس حتى يمكن حتى يتكرر هذا الجرائم يطلق تريد هذا المسائل الساحل توقع منه ما زال شي حاج عبر موقع التنجاوي نوجهون دعوة الزملاء ديركم صحفيين لقاءنا إن شاء الله نهار السبت نتلقوا في المنزل اللي يرشاهد إن شاء الله نهار السبت مع الرمع إن شاء الله الصلاة العصر سنصلي ونتلقوا ولي عنده شي سؤال لي عنده دا ونكون مع الدفاع ديرنا ونعطيكم معلومة ليس هنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي